بسم الله الرحمن الرحيم مباراة الزمالك وبرامدس كلام كتير جدا حوالين المباراة دي كله بيشكك في نزاهة نادي الزمالك ماينفعش الكلام اللي بتقال ده على نادي كبير زي نادي الزمالك زي نادي الأهل الأندات كبيرة ماينفعش يتقال عليها حسن هيسيبوا المباراة وهي بعضين يخسروا من بيرامدس وعشان المنافسة تفضل موجودة مع الأهلي كلام ده يا جماعة غير صحيح تماما ماينفعش اللي بتقال ده خالص ولا نادي الزمالك يقبل ولا لعبة نادي الزمالك تقبل ولا جهاز فن يقبل ولا جمهور الزمالك يقبل يعني احنا مش هنبدأ من لسه المباراة ما تلاعبتش وبرده بنشكك فيه فريق كبير جدا فريق لتاريخ عمرها ما حصلت ولا هتحصل فماينفعش احنا نطلع نتكلم نقول أقول كتير قوي وبنشكك في كدرات نادي الزمالك خلينا على الطبيعي وعلى الواقع بيرامدس أقوى من الزمالك بيرامدس أقوى من الزمالك احنا ليه بنتكلم في حاجة بالسكوارل اللي موجود في بيرامدس هو أقوى لكن شعبيت نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك أعتقد بيبقى له دور كبير جدا النادي الأهل اللي بيفرق معاه آه لعيبت ولعيبة كويسة ولعيبة ملتزمة ولعيبة عارفة بتعمل إيه بس جمهورها رقم واحد الجمهور فجمهور الزمالك لن يقبل اللي هو يقول لك أنا هسيبه المتش عصلا عشان درامة زياخل البطولة لا مفيش كلام ده مفيش كلام ده لكن هي في الأور في الآخر مباراة على أرض الملعب على النواحي الكل اللعيب من نواحي الفنية والبدنية وحاجات كتير جدا وحاصلتها نادي الزمالك كمان إذا خسر هو بيلعب بأغلبية المتشاط اللي فاتت بمجموعة مدعمة أو عناصر صغيرة من النشئين أو من اللعبة اللي هي ما خريتش متشاط فترات طويلة فميجيش من الوقت نقول أحسن المباراة يحصل كذا نادي الزمالك لن يقبل أنا اللي بقولك ما ينفعشي عشان كده الناس ما تقولش الله أعلم مين اللي مصرب الكلام ده لكن بالمنطق وعلى أرض الواقع ما فيش الكلام ده الله يكرمكوا يعني أنا مش عارب صراحة أول ما وصلني المعلومة دي بيتمستغرب هو أصلا نادي الزمالك كده كده رقم واحد في اللواء تسعة وتسعين وتسعة من عشرة اللي حصل على بطولة الدور أنا بقولك هو بعد فوزه على بيرامدز المطشين خلاص هو المنافس اللي كان اللي كان بينفسه على بطولة الدور هو بيرامدز الزمالك بعد انسحابه من مرات الزمالك خرج برا المنافسة هو الزمالك اللي كان ممكن كان يعطل الأهلي في مسيرة بطولة الدور ليه إذا كان كسب أو أوعدت عدل معلقة لي أعتقد كانت تبقى فيه دوافع كتير قوي لفرقة بيرامدز اللي مش لفرقة الزمالك لكن ليه إطلع يتكلم وقولك نادي الزمالك هيخسر عشان يسيب المباراة عشان بيرامدز لا فيش كلام بيرامدز لو كان عاوز ياخد بطولة الدوري أو عايز ينفس على بطولة الدوري كان لازم يكسر بالقل المطشين فرقة بيرامدز عاملة حالة جميلة جدا في الدورة الممتاز بأمانة عشان مرضو نديرهم حقهم المنافسة شريفة بينه وبين الأهلي الأهلي كسب عشان الأهلي عنده الاستقرار الإداري والفني واللعبة قلت قبل كرة لعبة النادي الأهلي محظوظين اللي رئيس النادي الأهلي حاليا هو كابت المحمود الخطير لهو جيل محظوظ ونادي الزمالك موجود بعمل مجلس إدارة الوقت على أعلى مستوى فهو كمجلس إدارة لن يقبل اللي أنا اللي بقول لك اللي أنا سيبه طيب هيقول لك برامدز برامدز ما كسبش للأهلي فكله على أرض الملعب زملك إذا خسر كمان هو يتحمل مسؤولية نتائجه برامدز برضو مازال هو عنده أمل اللي الأهلي عنده ثلاث ماشات ورا بعض تقال جدا عنده المصري عنده سيراميكا عنده سموحة ولسه عنده مدرن سبورت لا الآن لسه عنده ماتشاط فمش عايزين ندخل في تشكيك نادي بحجم نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك علشان أين كان هو أسلح زوحدين الناس اللي طالعة تقول عشان إذا الزمالك خسر يقول لك بص احنا قلنا قلنا تعيسوبه المباراة وإذا الزمالك كسب قللك معادي ما احنا عارفين الزمالك أكسب في الحالتين بالتوفيه إن شاء الله بإذن الله احنا مش عايزين أنا قلتلكم أحبش أدخل في صدام أنا بحب أحل المواقف فبالتوفيه إن شاء الله بإذن الله النادي الأهل اقترب من بطولة الدوري برم إذا ما زال بينافس الزمالك نادي ليه تاريخه وليه احترامه شكرا على خير بإذن الله ماتشاط اللي جاية ماتشاط كلها في الدورة بالذات إن شاء الله نستمتع بيها وبالتوفيه اللي جمال عندها بإذن الله شكرا